دائماً مع قناة حلويات أم عبد المغيط الوصفات الناجحة ألف في المئة أو نزولاً عند طلبات المتسبعات لغاليات اليوم جبنا لكم وصفة طبيعية مشروب حصري واللي عمل درجة في مجموعة ديال المواقع ديال التباصل الإجماعي وكذلك عنده فعالية كبيرة لزيادة الوزن المناطق الأنتوية غادي ولي وعندك الكثيفات غادي ولي وعندك كذلك لحناك بحالي غالية ما تدريش القرقر لا تكتريش منها بزاف لأن هذه الوصفة تزيد للوزن بسرعة وفي نفس الوقت تتعالج فقر الدم وغادي تنفعك حبيبتي بزاف 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 في تقويات القلب وكذلك إزالة تخفى إلا كنت تتعاني منها النتيجة مضمونة مئة في المئة من هناية الليلة خاصة اللي كنت تتضع في فرمضان أجي نوريك الوصفة عمالكي يا أم عبد المغيط أجي نوريك الوصفة لغادي تنفعك أنا متأكد عمرك ما غادي تبدليها أكيد شفتوا واحد اللقطة ديلة واحد تنلقيزها في الأخر ديل الفيديو هادي كانت من الكواليس ديلة تصوير وردي جا تقسمتها معاكم صوت وصورة في الفيديو اللي قولي من هذا غي لا بويتوا تعرفوا شنوترا فغا نخلي لكم الرابط ديلو في صندوق الوصف كانت واحدة ردد الفعل ما نهوتش لكم هنا غادي نحتاجوا كيف ما كنت شوفوا معايا جوج معا القامرين كبارين ديل الزبيب الزبيب العارفين جدا رائع لبنات بالنسبة للناس اللي تعانيهم من مشكل ديلة لانيميا الفقر ديلة الدم وكذلك العياء غادي نوضع في واحد الكسرونة هاد المكونات غير هو هنا ما تاخدوش نيائين الزبيب بيض خدو اللي غادي يكون أسود وغادي نفحسب النسبة للناس اللي تعانيهم من مشكل ديلة الإمسك وغادي ساهل العملية ديلة هذا الشيء اللي تعانيهم منه بزاف ديلة الناس وفي نفس الوقت غادي يقوي الجسم ديالك بشكل كبير واللي غادي يفتح لك الشيء وغادي يكبر لك حتى المعداق إن شاء الله بإذن الله باش ولي تاكلي مزيان هنا غادي نضيف كذلك معلقة صغيرة ديلة اتفاء راح رائح بالنسبة لزيادة المناطق الأنتوية أو كذلك غادي نضيف ملعقة صغيرة من حبة حلاوة هتنفعنا حتى بالنسبة للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال اللي قولون العصب يمهدئ لأنه بعد مرات البناس سيكون عندكم مشكل ديال العصب وهو اللي تيدي لكم هداك المشكل ديال وشهية كتكون مسدودة وكيتغلق حتى بالنسبة للتنفس ديالكم غادي نضيف عليهم هنا يا نصف اللي ترتقريبا من الماء وعلى فكرة بالنسبة لهاد الوصفة أو المكونات كيعزوا حتى صحة ديال القلب أو كيقول لنا حتى القلب وكيحسنوا لنا الجهاز الهضمي وكاتح دينا حتى من المشكل ديال الالام اللي كتكون عند بزاف الناس ديال الحليب وعلى فكرة بالنسبة لهذا الوصفة ممكن أنها تديرها المرأة المرضع بحيث أنها كتزيد لنا الإفرازات ديال الحليب وفي نفس الوقت كتتعتبر كمحفز للجسم باش غادي يبدأ يختم اولا يزال مجدد غادي نرد هذا الشي فوق البوطن نخليه يطبخ اولا يطيب وهنايا غادي ناخد في هاد الخلطة معي لقا ديال العسل فوالا كيف كتشوفوا معي وهنا البنات ماشي في ضروري في هاد الوصفة العسل الحر ممكن أنكم تديروا غير العسل العادي فوالا غادي ينضيف عليها ما تنسوش بأنه ورا كيزيد طاقة ونشاط وفي نفس الوقت كيتعتبر من المضادات الحيوية اللي يجد رائعة الجسم ديالنا وكيقوي لنا حتى المناعة وفي نفس الوقت تينفح حتى بالنسبة القلب باش تيقوي وكيفتح لنا الشهية وتيوقينا من جمعة ديالامراض ديالجهاز الهادمي الغرية نحاولو بالنسبة الناس اللي عندهم الميدا ما يديروش لعسل الحر حيس كيقول لك الناس ديال بكري كيقلب على الداء تعرفوا دي كيقلب على الداء يا كيقلب على البلصة اللي في مشكل ديال الداء ورسي ندفع التفل علاج ديال التهابات الأمعاء وهنا هي بالنسبة للخالاتة ديالي من بعد نطبح بقاليها عندي فيه كاس غادي ناخده غادي نخويه في واحد غادي نغنيس في الكمية غادي ناخده غادي نمضعه في واحد لعبيتك او لا في واحد الكويس ونوضعه جانبا نخليه حتى يطلق مزيان 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 ومن بعد غادي نبدعه من استعمال ادياله غادي نخلطه غادي نضيفه حلما مع القادية للاسل اكيد بالنسبة للخالات الأول شفتوني دفت واحد الملعقة هذه الملعقة ديال الحليب اللي هو بودرة وغادي نضيف معاه كذلك مكوين اخر بالنسبة للحليب بودرة او ما يسمى بنيدو وغادي نضيف معاه كذلك كمية اخرى او لمكونات اخرى ولكن بالنسبة للخالات بدأ قبلنا ما نستعملوه رخصنا حتى نخليه حتى يطلق لنا مزيان او لا ينساجم مزيان وفالا كيفما كتشوفوا معايا نمر حالة الموالية غادي ناخد هاد الخالات غادي نحيد هاد شي وغدا نضيف عليه احدى المكونات اللي جد رائعة واللي تتعطي نتيجة غزالة يا لبنات للجسم اديانة واللي كتبرز مناطق الانوتة بشكل كبير 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 واللي هي واللي هي حبة الحلوة تكون المطحونة جديدة ضروري ما تكون لديها جديدة وغادي نبدأ ونخلطو هاد المكونات كاملة صدقيني اسبوع تعبري وعاودي تعبري وشوفي الوزن ديالك والله العظيم غادي تلقي واحد النتيجة ما نعودش لك رائعة وغادي الوزن ديالك تزاد بكلوات فضاف ثلاث ايام من بعد ما خلطت هاد الخالات جيدا طريقة ديال استعمال دياله الوقت ديال الاستعمال دياله تتعشي تالي التحري اولى ممكن انك تاخده معه من وراء الفطور برهي بالنسبة الناس لانه كليمس لغادي ديالهم مشكلة ديال العطش فمن الافضل انك تاخده من وراء الفطور فليه مثل عادية تتع الشاي وتسالي وتكملي وكاد تاخدي هاد الخالات ديالك وتاخديه معه ويستيرك بصحة وراحة وشكر خاصة على المساعدة